واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة في الدنيا لها معنى يام لها معنى لغوي شيء تستحسنه ولها معنى شرعي الشيء الذي حسنه الشرع انفاق المال حسنة في الشرع انفاق المال بنظر البخيل حمق ففي معنى لغوي الحسنة كل شيء تحبه أنه وقد تحب المعاصي لا سمح الله أما البطولة بالمعنى الشرعي الحسن ما حسنه الشرع تكون نايم بالشتاء الفراش وسير ودافئ الحسنة عندك تمنائم أما الحسنة بالشرع أن تستيقظ كي تصلي الفجرة في وقته الحسنة بالشرع إلى معنى وباللغة لها معنى المقصود هنا حسنة الشرع